بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين فبعد ذلك الأحبة فما زلنا في كتابنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في الأسبوع الماضي بدأنا في الباب العشرون ونكمل فيه بإذن الله تعالى بل لعلنا ننهيه بإذن الله تعالى We're still in our book كتاب التوحيد by its author الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى Last week we started in the 20th chapter إن شاء الله تعالى We will finish it today قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله بسد رحمه الله تعالى Chapter Number 20 Extreme Extremism In the respect and love for the graves of the righteous makes it into idols Worshipped With Allah Subhanahu wa ta'ala طيب إخوة بدأنا في هذا الباب سريعا نعمشي سريعا لكن نعيد بعض الشيء Just to go over quickly what we took إن شاء الله quickly and then we'll continue off where we stop روى مالك في الموطأ بالله المدني مالك بن أنس الأصبحي May الله تعالى have mercy on him and be pleased with him well known for fiqh and well known for hadith He was one of the students of the tabi'een رحمه الله تعالى Last week we spoke about him about his biography into detail His book الموطأ is one of the first books to be collected books of hadith one of the first books to be collected in hadith رحمه الله تعالى In his book الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثانا يُعبد He said the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said Oh Allah do not make my grave as a shrine that is worshipped اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد The wrath of Allah سبحانه وتعالى is severe upon a nation or a people who take the graves of their prophets and messengers as مساجد ذكرنا يا إخوة في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثانا يُعبد قلنا أن الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام استجاب له هذا الدعاء ولذلك حمى الله تبارك وتعالى قبره عليه الصلاة والسلام من أن يُتخذ وثنا وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصياني وكذلك مر معنا يا إخوة في صحيح في الصحيحين حديث من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشيا يُتخذ مسجدا We said the first part of the dua of the hadith is a supplication dua النبي عليه الصلاة والسلام قال He said Oh Allah do not make my grave as a shrine that is worshipped We said الله تعالى has answered this call and has answered the dua of his messenger عليه الصلاة والسلام and الله تعالى protected it from being taken as a shrine and as an idol and remember we said the خلفاء they built three walls as a triangle around the room of the Prophet صلى الله عليه وسلم and his grave so it cannot be taken as a shrine from any corner or any side and we said last chapter we mentioned the hadith of the mother of the believers رضي الله تعالى عنها وأرضاها she said if it wasn't for this his grave صلى الله عليه وسلم would have been in the outside would have been in the open but he was afraid عليه الصلاة والسلام for it to be taken as a masjid so he knew صلى الله عليه وسلم that there would be a possibility وهنا يخوى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه تروا سبحان الله استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أمر خاف أن يقع سبحان الله استعاذ من أمر خاف أن يقع we said المصنف رحمه الله تعالى mentioned the Prophet عليه الصلاة والسلام sought refuge with Allah سبحانه وتعالى from something he was afraid it was going to happen and that is taking his grave as a place of worship taking his grave as a place of worship صلى الله عليه وسلم and we mentioned last week we mentioned the story of the شجرة the very famous tree شجرة بيعة الردوان التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الفتح يوم الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقلنا هذه الشجرة اجتمع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين يبايعونه صلى الله عليه وسلم ففي زمن خلافة أمير المؤمنين رضي الله عنه جاءه بعض الناس وأخبروه أن هناك ناس وأخوان يجتمعوا تحت الشجرة يجتمعوا تحتها يعني يعتقدوا فيها يعني أنها مكان مبارك ويعني فأمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بقطعها أمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وبقطعها خشية خشية الفتنة رضي الله تعالى عنه أرضاه وكذلك ذكرنا قصة عمر رضي الله عنه أيضا في طريقه في مكة فوجد بعض الناس يصلون في أماكن فسأل رضي الله عنه لماذا فأخبر أنهم يعني يصلون في أماكن صلى فيها عليه الصلاة والسلام فقال لهم أمير المؤمنين مباشرة إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائسة وبيعة ثمقى رضي الله عنه فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمضي ولا يتعمدها We mentioned last week two stories during the خلاثة of the chief of believers عمر رضي الله عنه the very famous story of the شجرة the tree in which الله تبارك وتعالى mentioned in سورة الفتح during the the truce of الحديبية Nabi عليه الصلاة والسلام stood under this tree with 1400 sahaba giving him their allegiance so during the time of Umar رضي الله عنه some people he started to sit under it and make salah under this tree so Umar رضي الله عنه knew that one thing would lead to another so he ordered to chop down this tree and he feared رضي الله عنه the fitnah he feared from from this tree being a trial and an affliction for these people another famous story Umar رضي الله عنه was traveling with his entourage and with a group of the Muslimin so they prayed Salat al-Fajr close to Mecca and after the salah some people were praying in going to different places and praying so Umar رضي الله عنه asked what is the reason behind this they said we're praying where the Prophet عليه الصلاة والسلام used to pray he said رضي الله عنه immediately he said that is how the nations before you were doomed by taking the place by following the 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 places where the Prophets where their Prophets used to pray and make them into places of worship he said رضي الله عنه whoever whenever the salah reaches a person he should pray and he should not specifically come to these come to these places ومن ثم ومن ثم يا أخوة ذكرنا حديث أبي العالية رحمه الله تعالى وهو من التابعين وما حصل في يوم فتح تستر في قضية النبي دانيال عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل وذكرنا ما حصل في هذه القصة الصحيحة We also mentioned last week the story of when the Muslimin conquered Tustur the area in Al-Ahwaz south of Iran nowadays how Umar رضي الله عنه during his خلافة he conquered this area he was fighting the Persians who were pagans and they were they had a big army very well known and subhanallah Allah تبارك وتعالى granted victory to the Muslimin and they even captured Al-Hurmuzan who was the leader of the army the chief of the army of the Persians and it was a great victory for and that's how Islam spread through the area during the time of Amir al-Muminin رضي الله عنه وضاء and remember we talked about when they went inside Bayt al-Mal the treasury of Al-Hurmuzan and they and they found this deceased person on the bed and then they knew it was Daniel and he was a prophet from Bani Salahil and how Umar رضي الله عنه at the end ordered them to dig up 13 graves at night and he ordered them to bury him at night and then one of them and then to close all of these graves so that people don't know where this Nabi is buried and you remember they used to whenever there was drought they would they would take the bed of this the bed that the Prophet was sleeping on and seek rain through him by seeking shafa'a through him intercession through him and whenever there was drought Allah was sent down drought so anyways it showed how the sahabah رضي الله عنهم knew that taking the graves of the Prophets and the Messengers having would lead to having shirk and committing shirk ودائما نذكر ما حصل مع قوم نوح عليه السلام وكيف أنهم عبدوا هذه الأصنام التي ذكر الله تعالى ودا وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا ذكرنا قصتهم مرارا كيف أن الجيل الأول ما عبدوهم وإنما عبدوا الله عند هذه الأصنام وعند هذه التماثيل ثم أدى الأمر لما ذهب الجيل ونسخ العلم كما قال بن عباس عبدوها من دون الله تبارك وتعالى لما ذهب القوم الجيل الأول ونسخ العلم عبدوها هذه الأصنام من دون الله تعالى we always mentioned as well the story of نوح عليه السلام and how the people his people eventually fell into shirk with these five ayols how the first generation did not worship them but worshipped الله next to them and then when that generation was gone and ignorance was widely spread they eventually worshipped these islands اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد قلنا هذا فيه تحريم واضح للبناء على قبور تحريم الصلاة عندها فأن هذا الفعل من أكبر الكبائر we said the second sentence of the hadith Nabi عليه الصلاة والسلام saying the wrath of Allah is severe upon the group or the nation that takes the graves of their prophets as masajid this clearly shows that it is haram and not permissible to build graves on masajid and that it is haram to pray near these shrines and near these graves we stopped last week here and inshaAllah we'll continue قال رحمه الله وَلِبْنِ جَلِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ أَنْ مُنْصُورٍ أَهُنَا فِي خَطَأ فِي الطَّبْعَ هَذِهِ نَحَمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِ نعم قوله تعالى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلدت السويق للحاج يسد رحمه الله تعالى and collected by ابن جرير in his chain of narration under the authority of Sufyan he said that Mansur said that Mujahid said in the ayah أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى he said he used to mix the barley with the ghee and give it out and then when he passed away this person they took the place of his grave as a place of worship أبو الجوزاء said the same thing that ابن عباس said رضي الله عنهما he was a person who used to give out free food or used to fix food for the pilgrims for the حجاج طيب يا أخوة ثم ذكر رحمه الله تعالى قال والابن جرير ابن جرير يا أخوة صاحب التفسير صاحب التاريخ إمام المفسرين الإمام الحافظ محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو من أحد أعلام السلف وهو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى وهو مات يعني في بداية القرن الرابع فهو يعني عاش يعني في القرون المفضلة رحمه الله تعالى وهو ولد سنة أربع وعشرين ومائتين ومات سنة ثلاثة سنة عشر وثلاثمائة عشر وثلاثمائة رحمه الله تعالى He said ابن جرير رحمه الله تعالى mentioned We said ابن جرير يا أخوة in his chain of narration is the very well-known عالم who has the very famous book of تفسير and the very famous book of التاريخ history his name is Muhammad ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى and he lived during the time of the best of centuries he was born in the year rather 224 after the migration of the Prophet عليه الصلاة والسلام and he died the year 310 رحمه الله تعالى very noble he is the شيخ of the مفسرين very well-known مفسر رحمه الله تعالى وأرضاه والشيء بالشيء يذكر ترجمة ابن جرير الطبري يا أخوة رحمه الله تعالى عظيمة ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عظيمة يذكر عن نفسه أنه كان يحضر في كل يوم عشر أو عشرة دروس يبدأ من صلاة الفجر وينتهي بعد صلاة العشاء قال وكنت أرقض بين الدروس كالمجانين رحمه الله تعالى وأرضاه ورضي عنه وأرضاه كان يعني إماما في الفقه إماما في التفسير وفي اللغة وفي الناسخ والمنسوخ في كلام العرب يعني ترجمة هذا الرجل ترجمته عظيمة رحمه الله تعالى ابن جرير his biography is amazing it's just it's just amazing his biography رحمه الله تعالى he used to attend 10 دروس every day 10 and he said about himself I used to rush between them like a mad person and he was a scholar in the lughah in the speech of the Arab in the تفسير in the fiqh رحمه الله تعالى ورضي عنه وليبن جرير بسنده عن سفيان سفيان يا إخوة في هذا الإسناد هو الثوري سفيان الثوري الكوفي وهو إمام حافظ متقن رحمه الله تعالى وأرضاه ومات في القرون المفضل أيضا he said that سفيان سفيان الثوري from كوفا العراق one of the most one of the most well-known scholars of hadith رحمه الله تعالى وأرضاه عن منصور منصور كذلك هو ابن المعتمر وهو إمام ثقة فقيه معروف وكذلك توفي رحمه الله تعالى في القرون المفضلة وهو تابع تابعي منصور his name is ابن المعتمر he's a great إمام well-known studied under the tabi'in قال عن مجاهد مجاهد يا إخوه هذا الرجل ابن جبر المكي هذا إمام ثقة إمام في التفسير من كبار طلاب من؟ ابن عباس من كبار طلاب عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما أخذ عنه التفسير وأخذ عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم لكن مجاهد ابن جبر المكي إمام في التفسير كل كتب التفسير أي كتاب تفتح فيه إسانيد ستجد هذا الرجل مجاهد ابن جبر المكي من كبار تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم وعن أبيه the third person in this chain of narration is مجاهد his name is ابن جبر المكي one of the biggest علماء and scholars of تفسير and he is one of the biggest students of ابن عباس he took the Quran and the تفسير of the Quran from him and from others of the Sahara but مجاهد you will always see him narrate from ابن عباس always he was one of his biggest students in every book of hadith that has chains of narration you will always see in every surah in most ayat as a matter of fact in most ayat you will see مجاهد either narrating عن ابن عباس or his own تفسير or his own تفسير رحمه الله تعالى طيب قوله تعالى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ يذكر مجاهد في تفسير هذه الآية أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ قَالَ كَانَ يَلُدْتُ لَهُمُ السَّوِيقُ فَمَاتَ فَعَكَفُ عَلَى قَبْرِهِ هِي سَدْ مُجاهد in the تفسير of this آية الله سبحانه وتعالى سَزْ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ هَذْ يُسِينَ اللَّات أند العزة الآن مجاهد سيشرح ماذا رضي الله عنه ورحمه ويشرح لنا اللات والعزة قال ما هي اللات قال كان يلدت لهم السويق والسويق ماذا هو يا أخو كيف يعني يلدت لهم السويق أيوة يعجل لهم والسويق ماذا لا مثل النخالة مع السمن أو مع الماء يعجل لهم يا يلدت لهم يلدت لهم يعني هذا الدقيق يعني يخلط له لهم بالماء أو بالسمن يعني مثل الشعير مثل النخالة تسمون نخالة أو لا النخالة يخلطوه مع الماء أو مع السمن أتعرف أكلات العرب قديما بداية لكن في نفس الوقت ماذا كلها طاقة آه نعم هل فيه بعدين الشعير هذا سبحان الله فيه سعرات حرارية عالية فايبر نعم دكتور فايبر وفيه طاقة يعني يأكل الإنسان منه هذا يمل المعدة وكذلك ماذا يعني يعني يستمر في ساعات طويلة جدا فأكلات العرب فأكلات العرب قديما هي بداية حقيقة ولكن مفيدة جدا يعني هذه السمن والشعير يعني فايبر وطاقة فهذا الرجل نعم فهذا الرجل كان في في الطائف عند بني ثقيف كان ماذا يفعل هذا يعجن لهم ويلت لهم هذا السويق وكما سيأتي في كلام ابن عباس للحجاج يعني الناس الزوار والحجاج يعطيهم فالظاهر أنه كان ماذا يفعل هذا الرجل كأنه يعني يعني يوز عليهم ويلتل الحجاج ويطعمهم هذا السويق In the interpretation of the meaning of this ayah اللات والعزة مجاهد said it was a person who used to give out السويق السويق is basically barley mixed with ghee or water he was giving it out you see the old traditional Arab food was basic but at the same time it was beneficial you see barley ghee filled with fiber energy all that good stuff it fills you up quickly you know it's you know people يعني would eat it and would last long because of the fiber or the energy that is in it so basically اللات used to be this person who used to give out this food to the pilgrims قال فمات فعكفوا على قبره فمات فعكفوا على قبره لما مات هذا الرجل لما مات هذا الرجل عكفوا على قبره يضعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات كما ذكر سعيد بن ننصور قال فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو هو اللات هذا ذكرها الرواية سعيد بن ننصور رحمه الله تعالى سعيد بن ننصور one of the imams of hadith رحمه الله in a narration he said this person used to feed the people who would pass by feed the people good man when he died and passed away they worshipped him and then they called him اللات the person who used to mix the food the person who used to mix the barley and the ghee or the barley and the water اللات عكفوا على قبره وتذكرون يا إخوة العكوف كما قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم ماذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه قال له ماذا نعم فتظلوا لها عاكفين والعكوف يا إخوة هو ماذا يعني يقف الإنسان بذل وبخضوع وبخشوع أمام هذه القبور هذا هو العكوف والعكوف هذا لا يكون إلا لمن لله تبارك وتعالى العكوف ليس بالضرورة السجود أو ركوع ليس بالضرورة وإنما يقف في خشوع وفي سكينة وفي خضوع ترى القبوريين اليوم كيف يقف عند القبور يقف هكذا بذل يطاطئ رأسه يقف في سكينة وفي خشوع وفي الحقيقة يقف هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى كيف تمثيل يعني هذا كله أصلا باطل أخي الكريم التمثيل هذا هذا كله باطل كله باطل هذا التمثيل هذا باطل كذلك لا يعتبر من الشرك هو قد الأمر يفضي تذكر يعني لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان ليس بالضرورة أن الذي يذهب إلى غار حراء هو مشرك لا أبدا هذا الكلام غير صحيح ولكن أولا هذه العبادة التي أنت تريد تفعلها هل شرعها الله هل شرعها النبي عليه الصلاة والسلام يا رجل لم يثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أوحي إليه كذا وجاءته الرسالة وأنزل عليه الوحي والتشريع أنه ذهب إلى هذه الماكن فالذهاب إليها يا أخوة غير مشروعا الذهاب إليها غير مشروعا وقد يؤدي والله ويفضي إلى الشرك أيبدأ إبليس ألعب فيهم يقول لهم تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا المكان طيب يبدأ أوتوماتيكي تمسح فيه الجدران لحالها إذا تروح الجدار ويبدأ يأخذ شوي التراب وهذا يقول الله رأينا بأم أعيننا أقسم بالله نراه في المدينة في مقبرة البقيع كل فترة الدولة تأتي بتراب يعني شو القضية تراب تراب يأتوا نقلات تراب شو القضية نعم بعض الزوار اللي فيهم النفس الصوفي والنفس هذا نفس الدروشة هذا يأتوا إلى المقابر يأخذوا تراب تراب يا رجل يأخذه لأنه الأمر قد يفضي الذهاب لهذه الأماكن قد يفضي ثم على الأقل شوف هذا غار حراء مثلا طيب في أماكن كثيرة جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشيء يقول لك هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يا أخي هذا الكلام ومن يثبت لنا هذا الكلام هل عندنا إسناد صحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان قال لك المساجد السبعة في المدينة النبوية ما في مساجد سبعة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده وصلى فيه عليه الصلاة والسلام ما صلى في مساجد سبعة ولا بنا مساجد سبعة الصلاة في مسجد القبلتين مسجد بني سلم هل فيه فضل ما فيه فضل ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذهاب إلى هذه الأماكن يا إخوة يفضي قد يفضي هذا الأمر إلى أمور كبائر ما فيه فضل ليست مشروعة الأماكن التي تزار في المدينة ذكرناها كذيرا خمس أماكن يشرع زيارتها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسجده عليه الصلاة والسلام وقبره وقبر الصاحبين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد ومسجد قباء هذه الخمس أماكن يشرع فيها الزيارة في المدينة النبوية غير ذلك يا إخوة غير مشروع الذهاب إلى ما يسمى إلى المساجد السبعة أو الذهاب إلى ما يسمى مسجد القبلتين هذا غير مشروع ولو كان خيرا يا إخوة فسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم after this person who used to give out the food passed away they stood with humility and humbleness next to his grave as an act of worship as an act of worship we said what did Allah سبحانه وتعالى say in the story of Ibrahim عليه السلام he said to them فَتَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ when he talked about to his people عليه السلام and he said you are worshipping idols that do not hear and do not see and you stay in front of these graves with humility and humbleness عَاكِفِينَ وَالْعُكُوفِ is a ibadah that is only for Allah سبحانه وتعالى and the lukuf basically is to stand in front of a grave or before a grave with complete humbleness and and disgrace and lowering his head with complete khushu' this is only for Allah سبحانه وتعالى even if a person didn't make ruku' or sujood or direct salah to the grave or whatever but this standing ya ikhwah العukuf is only for Allah سبحانه وتعالى a person stands before Allah سبحانه وتعالى in salah a person stands before Allah سبحانه وتعالى in dua with complete humility and humbleness it's only for Allah سبحانه وتعالى not for the graves not for the graves so they used to respect this man right so much so يا ikhwah when he passed away they took his shrine as a place of عبادة what did بني ثقيف do the تألات ya ikhwah to the area where he used to stand what you remember قال أفرأيتم اللات what did they do يا ikhwah جاءوا بحجر كبير أبيض منقوش وجعلوا له ماذا أستار وله ساحة مثل الكعب عملوها والعياذ بالله اللات صخرة كبيرة جدا بيضاء منقوشة وجعلوا لها أستار طيب ولها ساحة ويقصد هالعرب من كل مكان وكانت بني ثقيف في الطائف يعني يتفاخر على كل العرب فيها إلا على قريش لأن عندهم الكعب المشرف شوف كيف حبهم لهذا الرجل غلوهم في هذا الرجل صيره إلى وثن عبد من دون الله تبارك وتعالى صيره إلى وثن يُعبد من دون الله تبارك وتعالى what happened يا إخوة with اللات eventually they built a huge or they built a huge stone a huge rock a white rock that was decorated and they put they covered it with cloth they wanted to make it like mecca this was in the area of الطائف and those who were its custodians بني ثقيف used to be proud in front of all the Arab that they had اللات they would be proud in front of all the Arab except for Quraysh because they had the Ka'bah so they loved him so much so eventually they worshipped him and took him as an idol as a wathan that is worshipped with Allah subhanahu wa ta'ala that's why when the ulamاء say visiting these so-called we do not have what they call what they call in Arabic الاثار 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 الاسلامية historical islamic places historic نعم historical attractions historical islamic attractions we don't have that in islam ya خوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ما يصلح الإنسان يطلع من بيته يريد يقصد مكان للطاعة وللعبادة مسجد بعينه يريد يتعبد فيه ويقيم بالطاعات ويقيم بالكذا ما يجوز السفر من أجل الذهاب إلى مسجد المسجد إلا هذه الثلاث المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه المسجد الثلاث هذه المسجد يأتي من أي بقاع الأرض حتى يذهب إلى الأقصى أو يذهب إلى مكة شرفها الله أو إلى المدينة النبوية فقط ما يصلح إنسان يذهب إلى مكان فيه اليمن ولا يذهب مكان فيه الأردن ولا يصلح هذا الكلام لا تشد الرحال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا الأمر لأن الأمر قد يفضي إلى كبير من الكبائر النبي عليه الصلاة والسلام said that it is not permissible for a person to sit on a journey for the purpose of عبادة and worship except the three مساجد we do not have these historical places historical Muslim or Islamic places historical attractions Muslim attractions we don't have that in Islam a person is from anywhere on earth a Muslim anywhere on earth is to sit on a journey to do عبادة is only to those three places he mentioned عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى those are the three places a person is permissible for him to sit out on a journey it's not permissible to go to Jordan or to go to Yemen or to go here or there it's not permissible for the purpose of making عبادة a purpose of going and making a specific masjid there's no virtue for any of these masajid there is no virtue and why did the prophet عليه الصلاة والسلام warn against this because one thing will need another one thing will need look around the Muslim world the shrines and the graves the people worship the person that they probably worship doesn't know how to recite the fatihah properly his tongue is 100% he doesn't know how to recite the fatihah he knows nothing of the deen he used to commit kabair in the open but why this man is a wali Ahmad Al-Tijan Al-Khabith or Al-Badawi Al-Khabith commit huge kabair major kabair in the open Ahmad Al-Tijan or Al-Badawi yet the people took their graves as shrines and as Awthan worshipping him with Allah subhanahu wa ta'ala imagine if it was a person who was righteous imagine if it was a tabi or a sahabi so visiting these places and having ghuloo the ghuloo is the problem النبي sallallahu alayhi wa sallam ذكر لنا الثائدة من زيارة القبور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها قال فإنها تذكركم الآخرة السبب في الذهاب إلى المقابر يخو ليس التمسح بها ومدد يا فلان ومدد يا علان ومدد يا سيدي ليس هذا المقصوب من زيارة القبور إنسان يذهب حتى تذكر الآخرة وأن والله مصيرك لو عشت مليون سنة لو عشت مئة سنة أو مئة كل نفس ذائقة الموت يذهب الإنسان يتذكر الآخرة يعيد ماذا يخو حساباته يتذكر أنه مهما طغى ومهما ظلم ومهما فسق فسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيموت فيذهب المسلم يا إخو للمقبرة يفيد نفسه يا إخو يفيد نفسه يذهب ينظر إلى المقابر ينظر إلى المسلمين ويدعو لهم من أعظم الفوائد يدعو لهم ويدعو لنفسه السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله أسأل الله لنا ولكم العافية ما يذهب المسلم يا إخو يتمسح بالقبور ويذهب يستغيث بها ويقول يعطيني كذا وامنع مني كذا وامنع عن فلان كذا واحفظني من كذا ورد لي غائبي واشفي لي مريضي وارزقني الولد أبدا هذا كلام صحيح لماذا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام مع خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا حصل من فاروق عمر ولا من أمير المؤمنين عثمان أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين معاوية ما حصل هذا كلام أبدا visiting the graves the Prophet told us the purpose and the wisdom and the fruit he said visit it it reminds you of the hereafter a person goes to the remembers that one day that's where he's going to be eventually even if you live for 100 and 120 years eventually you're going to die every soul shall taste death it is a reason for a person to rethink his situation make him a better Muslim striving hard and pleasing Allah because he knows that eventually he will stand before him that's why one goes to the maqbar and also makes du'a for himself and for the deceased person doesn't go to the graveyard to seek assistance from the dead or seek refuge with them or ask them for offspring or to heal or cure a sick person or to return a traveler that's not the reason if you invoke them they cannot hear you and if they were to hear you they cannot answer you and on the day of resurrection they will disown your partnership and no one can tell you better than the all-knower وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس أبو الجوزاء كذلك يا أوسي بن عبد الله تابعي كذلك من طلاب ابن عباس رضي الله عنهما أبو الجوزاء his name is أوس بن عبد الله one of the تابعين one of the students of ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس كان يلد السويق للحاج يعني هذا الرجل نفسه اللات يعني كان يلد هذا السويق ويوزعه على الحجاج and the other narration that ابن عباس mentioned that this person used to give out this mixture of barley and ghee to the pilgrims to the حجاج فرأيت ملات والعزة والعزة يا أخوة كانت ماذا شجرة نعم كذلك ماذا فعلوا بنوا عليها أستار كذلك الشجرة هذه قدسوها ويعني غلوا فيها جعلوا لهذه الشجرة جعلوا لها ماذا بناء وأستار وكانت كذلك بين مكة والطائف وقرائش كانوا يعظمونها تذكر أبو السفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في أحد ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قال له ماذا قال له لنا العزة ولا عزة لكم لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه عليه سلام قول له الله مولانا ولا مولا لكم الله مولانا ولا مولا لكم العزة was a tree that was sacred to the people to the Arab in Jahiliya they build walls around it and put you know cloth to make it holy and they used to respect it and it was in the area between Mecca and الطائف Abu Sufyan before he embraced Islam in the battle of Uhud he used to he was proud of العزة saying to the Prophet صلى الله عليه وسلم that we have العزة this you don't have العزة the Prophet عليه الصلاة والسلام told the صحابة say to him الله مولانا ولا مولا لكم طيب قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن he mentioned رحمه الله تعالى under the authority of ابن عباس رضي الله عنهما may Allah be pleased with both of them the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم cursed the women who visit the graveyards and cursed those who take who build on the graves مساجد and light them up with lamps and we'll explain inshaAllah and this حديث is collected by آل السنن Abu داود الترمذي النسائي and ابن ماج all four of them هذا الحديث بداية له طرق كثيرة جدا وحديث صحيح جاء من طريق أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين this this hadith has different narrations and not only by Ibn Abbas but also by أبي هريرة as well as حسان بن ثابت may Allah be pleased with all of them and is also collected by الإمام أحمد and authenticated by الترمذي رحمه الله تعالى and authenticated by الإمام الألباني رحمه الله تعالى أيضا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العباد الأربع من الصحابة هو عالم هذه الأمة ومفسرها رضي الله تعالى عنه وعضائل العباس is the first cousin of the Prophet صلى الله عليه وسلم very well known one of the four عباد may Allah تعالى be pleased with him and his father العباس the uncle of the Prophet صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور رفض صلى الله عليه وسلم cursed the woman who visit the graveyard cursed the woman who visit the graveyard اللعن يا إخوة دليل على أن هذا الذنب ماذا زيارة القبور ماذا كبيرة نعم لأن العلماء يا إخوة كيف يفسر الكبيرة بماذا يعرف الكبيرة كل ذنب توعد عليه بغضب أو نار أو عذاب أو لعن هذا هو الكبيرة ليس فقط ذنب تكفره الاستغفار لا ذنب عليه لعن عليه غضب من الله عليه حرب من الله هذه ماذا هذه الكبيرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه عن هذا الفعل الكبير وزيارة القبور يا إخوة للنساء الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر شيخ رسلام بن تيمية وأطال في هذا الباب عدم الجواز عدم الجواز we said the Prophet عليه الصلاة والسلام cursed those women who visit the graveyard first of all اللعن cursing supplicating against them that Allah kicks them out of his mercy shows that it is a major sin because the علماء define الكبيرة to be a sin that Allah promised his wrath or a war where he has cursed سبحانه وتعالى so definitely this shows that it is a major sin and we said that visiting the graveyard for a woman according to the daleel is undeniably not permissible and Ibn Taymiya رحمه الله تعالى mentioned many reasons inshaAllah we'll take them بإذن الله تعالى بداية أخذنا في زيارة القبور في رياض الصالحين قبل فترة ليست بالقريبة أعتقد تبويب الإمام النووي قال باب استحباب زيارة القبور للرجال باب استحباب زيارة القبور للرجال والنووي رحمه الله تعالى من طريقته أنه يضع فقهه في الباب من طريقة النووي أنه يضع الفقه في الباب في العنوان عنوان الباب قال استحباب زيارة القبور للرجال لأن الزيارة للنساء لا تجوز فقه 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 رحمه صالحين the chapter in which النووي رحمه الله تعالى mentioned that it is permissible for men to visit the graveyard it is recommended and we said النووي رحمه الله تعالى his way is that he puts his fiqh in the title of the chapter so he said it is permissible and recommended for men because it is not permissible for women because it is not permissible for women ذكر أسبابي أول سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور قال فزوروها صحيح قال شيخ الاسلام التيمي رحمه تعالى فزوروها صيغة تذكير فزوروها صيغة تذكير قال وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولو كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور first he mentioned Ibn Taymi رحمه تعالى he said the prophet عليه الصلاة والسلام said that I warned you from visiting the graveyard but now visit it the word فزوروها he said this is a masculine phrase this is a masculine phrase صيغة للتذكير and then he said رحمه تعالى towards the end of this paragraph he says that we do not know any of the imams who has made it permissible for women to visit the graves he said during the time of the prophet صلى الله عليه وسلم woman did not visit the graves similarly during the time of the خلفاء الراشدون similarly during the time of the خلفاء الراشدون woman did not visit the graveyards during his life عليه الصلاة والسلام and during the life and خلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنه وأرضاه السبب الثاني ذكر الشيخ الإسلامي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين كما جاء في مسند إمام أحمد قال الشيخ الإسلام ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر هذا كلام طيب جدا He said رحمه الله تعالى The Prophet عليه الصلاة والسلام He said when he gave permission to men to visit the graveyards He said it reminds you of death it softens your heart and it weeps the eyes visiting the graveyard This hadith is in مسند لإمام أحمد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى commenting on this hadith He says it is widely known if this door was open for women meaning visiting the graveyard then this would lead them to being hostile wailing crying yelling He said because as we all know they are very emotional and they have short patience مرة ضعيفة يا أخوة قليلة الصبر في العموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة ويقول عن الشاقة ويقول عن الحالقة كلها نساء لأن المرأة لما ينزل فيها المصيبة تبدأ تبدأ تولول وتضرب الجيوب وتحلق الرأس وتفعل وتفعل بخلاف الرجل الرجل في العادة أصلب في العادة الرجل أصلب المرأة ضعيفة ولذلك النساء التي يذهبن إلى القبور اليوم نرى هذا الأمر منهم ما في صبر ونياحة في القبور كما أخبر كما أخبر بذلك العلماء We said you see the Prophet عليه الصلاة والسلام when talking about women or talking about not weeping over the dead or wailing or screaming and yelling moaning all of that He always mentioned in a feminine sentence and in a feminine sense because always from women men usually are stronger in handling these situations and you see nowadays you go to the graveyards of the Muslimin whenever you see women you just always hear them wailing and crying and making scenes because they're extremely emotional and very soft that's how Allah subhanahu wa ta'ala created them and then he mentioned rahimahullah ta'ala that this hadith is one of the biggest dleils proofs and evidences لعن الله زوارات القبور يعني هذا الحديث واضح وله روايات كثيرة ورواه أبو داود والترمذي وبن ماجة والنساء والإمام أحمد وجاع عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن حسان ابن ثابت رضي الله عنهم حديث صحيح صاع والترمذي وغير منها العلم لعن الله زوارات زوارات القبور the biggest proof and evidence is this hadith النبي صلى الله عليه وسلم cursed زوارات feminine زوارات this 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 sentence this this wording is extreme is absolutely feminine زوارات so this hadith is clear that it is not permissible for women to visit the graveyard as he mentioned رحمه الله تعالى هذا الحديث يعني أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة قال ولم يروه النسائي قال ولم يروه النسائي لكن ذكروا كذلك الإمام أحمد وفي العادة يقول لما يقول رواه أهل الصنان يعني الأربعة وإلا لقال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ولكن يعني ما أدل لماذا هنا ذكر رواه أهل الصنان في العادة لما يقول رواه أهل الصنان يعني أهل الصنان الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة لو لم يروه النسائي لقالوا أبو داود والترمذي وابن ماجة ولكن عموما هنا قال أبو داود والترمذي وابن ماجة فقط ولم يروه النسائي لما ذكر تعليقا على رواه أهل الصنان وكما ذكرنا هذا الحديث كذلك له روية كذلك عند الإمام أحمد فيه وسنبيه He mentioned here that أهل الصنان he means by them أبي داود الترمذي and ابن ماجة only and that النسائي did not did not narrate this حديث We said this is unusual because usually when they say أهل الصنان they mean all four of them and if one of them was not from them who narrate the حديث they would just mention all three of them they would say مثلا أبي داود الترمذي and ابن ماجة and they would not say أهل الصنان but anyways so أبو داود الترمذي and ابن ماجة alone narrate this حديث plus an Imam Ahmad in his book of المسند قال المتخذين عليها المساجد هذا مر معنا والمتخذين عليها المساجد يعني كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا على هذه القبور ماذا مساجد هذا مر معنا كثيرا وشرحنا كثيرا The Prophet also صلى الله عليه وسلم cursed those who build مساجد on these graves We went into the detail for weeks about this قال والسرج السرج ماذا يا أخوة لماذا يا أخوة كذلك منعت السرج من الإحاطة بهذه القبور وكذا نعم أصبحت مثل الأصنام نعم أصبحت مثل الأصنام لما يضع عليها السرج هذه وكذف فيها إضاعة المال هذه السرج والشموع التي وكذف فيها إضاعة المال هذه السرج والشموع التي توقد عليها إضاعة مال وفيها تعظيم لهذه المشاهد ولهذه القبور كما يسموها فإذا فيه إفراط في يعني إضاعة المال وكذلك فيها تعظيم مثل مكان يعظمون يعظمون الأصنام إضاعة المال والسلام أصنام that those who are cursed as well are those who light these candles or these huge lamps forgot what they call them subhanAllah السورج is the portable the portable lamp that you take with you, what do they call it? what is that? lanterns okay, so that is it it's that portable one so it's basically a waste of money and it does go into تعظيم, glorification and it is just like what they do with the shrines and with the asnam, see what these Hindus and these Quburiyin do na'am, all of them all these mushrikeen are grave worshippers, all of them, Christians, Jews Hindus, all of these people are grave worshippers all of them, every single one of them so part of the glorification of these graves is lighting them up, lighting them up, and the person who does this, ya ikhwah, is mal'oon is cursed by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam they go to the shrine and they light up you know, candles or whatever they have all of this is not permissible all of this is is not permissible yeah no كل هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا فيه مشقح من أين جبنا هذا الكلام؟ من النصارى هذا ما هو موجود عندنا يضع يوم العيد أو أيام العادية يأتوا بزهور أو يضع مثلا ورق النخل في بلاد المسلمين أعتقد جميعا مشهور قضية ورق النخل هذا يعني يأتوا بصعف النخل وهو أخضر رطب يغرزوه في القبور هذا ما نعرفه في الدين عندنا والورد ما الورد هذا كله جابوا منه الكتاب هذا ما نعرفه Brothers asking about flowers and the branches of the day palm trees all of this is not known in Islam this is something we took from from the Yahud and the Nasara we don't know this stuff we don't know the roses we don't know any of that stuff we don't have that in our deen the ulama have many fatawa about the roses they're extremely expensive and they're a waste of money they're a waste of money giving the muslimin roses if he's in the hospital or any of that we don't know this in Islam and it's a waste of money rather a person is to bring something that is beneficial and when it comes to putting this on the graves this is something we took from the Yahud and the Nasara we don't know this stuff and the Medina is the land of dates and Medina is the land of dates they never used to do this and Medina is the land of dates they never used to take the branches of the palm tree and stick them in the graves if someone was to do it it would be in Medina because Medina is the land of At-Tumur Al-Nakhl of the dates but they didn't do it something we invented it's something we invented lighting up ya ikhwah those graves taking them as messages is no doubt one of the kabar as Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentioned and we mentioned this in this class or in this chapter and the chapter before في الختام اخوة لو نقرأ كلام الإمام الصنعاني محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في زمانه له كتاب عظيم جدا اسم تطهير الاعتقاد رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر رحمه الله تعالى قال قال هذا الكلام فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالبوا بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاء إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير we said we want to just mention the statement of Al-San'ani رحمه الله تعالى one of the great imams of Ahl Sunnah he's obviously from Yemen he died about 200 years ago he has a beautiful book called تطهير الاعتقاد he says those domes and shrines that are the greatest reason for a person to have gone astray falling into shirk, falling into ilhad and this is one of the greatest reasons in destroying the deen and its foundations he said all of these shrines and domes are usually built by the kings, the rulers and whoever is in charge he said either for one of their relatives or a person they think is righteous from a person who has virtue or a scholar or a sufi or a person who is فقير poor or some big sheikh قال ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم مثل ما حصل مع قوم نوح أول جيل ما عبدوهم وإنهم عبدوا الله لكن عندهم ثم لما مات هذا الجيل جاء الجيل الجديد وظنوا أن آباءهم ماذا كان يعبد الأسلام فعبدوها he said رحمه الله تعالى the people used to come to visit these dead people they would not seek refuge with them they would not call upon them they would rather make dua for them and seek forgiveness for them he said until this generation is gone he said exactly like the people of Nuh the first generation they did not worship the graves rather the second generation did they thought that their parents and their forefathers used to worship these graves but the first generation did not قال فيأتي من بعدهم من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه السطور وأرقيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع بر وتأتيه السدنة يعني العمال فيكذبون على الميت بأنه فعل وفعل يعني له كرامات وأنزل بفلان الدر وبفلان النفع يعني يفعل وإلوه كرامات He said after them comes this new generation they see that this grave has been built candles fancy rugs you know drapes roses they think this is because this person can bring good or prevent harm and then the custodians of these shrines they start making up lies saying that this wali has كرامات and he did this and he did that to that person and he took away this from that person حتى يغرس في جبلته أو في جبلته كل باطل والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعني من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها He said they keep on saying this until this باطل becomes in their nature or in their innate nature they change their فطرة He said but it is as it is in the authentic أحاديث that the Prophet صلى الله عليه وسلم cursed those who light up on the graves who write on it and who build it وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة يعني الوقوع الوقوع في الشرك He said and there are many أحاديث that are widely known that show that this is not permissible and shut the door to this great fitna that can lead one to falling into clear shirk أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وبرمه وجوده وإحسان يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلم أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وضعه وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر